المحلي محاوظة الضالع إرادتها الصفر موازنتها الصفر بين كماشة السلطة والمواطن وضع فضل جعدي محافظا للضالع ثم ترك وحيدا في منصبه يصارع اهتياجات المحافظة بلا اعتمادات مالية أو دعم رسمي الوضع في الضالع وضع صعب جدا وبغصة الموجوع عن محافظته وغضب المسؤول الحكيم بدأ فضل يسرد مشاكل المحافظة التي باتت على هامش الحياة وعلى مشارف انهيار وشيك بينما لم يلتفت إليها أحد ثم ذهب الرجل يهدد باستقالته في حال استمر التخلي عن المحافظة بهذا الشكل الموازنة صفر والإرادة صفر استدعاه ذلك أن يخرج عن صمته ويوجه ما يشبه النداء الأخير وقل ما تجد مسؤولا على هرم السلطة يستمر لشهور دون أن يتلقى أي دعم رسمي لإنعاش المحافظة والعمل على تسيير شؤونها وفق اعتمادات الدولة فهنا لا دولة إلا من هذا الرجل ولا دعما إلا مما يبعث به مغتربون لأسرهم بشكل شخصي وبين هذا وذاك فلا وجود لأي موازنة من شأنها أن تنهض بوضع يشهد تسارعا مستمر الضالع من أي زاوية تشاء نقب عن الوجع 18 شهرا بلا كهرباء ولا صحة ولا تعليم ولو حتى مجرد خيام للطلبة يقول المسؤول الأول هنا إنهم عجزوا عن توفيرها عجزنا حتى عن توفير الخيام أنا أقول وضع الضالع سيء جدا بهذه الطريقة يكشف المحافظ الجعدي ما تمر به محافظته منذ حررت من الميليشيا قبل عام بينما تبقى مشاكل المحافظة في تفاقم مستمر وهكذا باتت الضالع مجرد اسم لمحافظة خالية من الدعم وسلطة محلية فقيرة أضفت عليها الحرب فصلا جديدا من الترد والخراب وإن كانت هي المحافظة الأولى التي عادت إلى أحضان السلطة الشرعية بينما ما تزال المعارك في أطرافها تدق ناقص الخطر كل يوم وتنذر بعودة الميليشيا إلى عمق المحافظة المنهكة أصلا اشتركوا في القناة